نظر بمستوى مشرف ونفينا في مجموعة مبارات كبيرة جدا وعدنا معسكرات بالعشرين وخمسة وعشرين يوم والشهر بره خارج مصر عشان كان كان مرضوط بالنسبة لي اللي موجود في الوقت التسعين مش وحش تعدلنا مع هولندا 8 و 8 أوروبا وتعدلنا مع أرلندا ومتغلبنا واحد وخلق دخل فينا هذا مصر هولندا كان رائع كان أدام مشرف الكلام ده سنة التسعين النهار ده الأمور أفضل احنا عندنا 17-18 محترف في الناس كهتمنتظر أن الكبر يتقلق ويبدع وخاصة لكابتن طاري عارف الإنسان ما بيكبر أكيد الخبرات بيبقى موجودة الإبداع والإبهار بيبقى موجود فطبعا كان لازم نتائجنا ننزع لنا ليه أننا حكنا ممكن نعمل حاجة للتاريخ كويسة جدا في المجموعة يا صاحب أولا أننا في مجموعة من فضل الله علينا ومجموعة مش خوية بلعب عكس تورس والمغرب وإيران وكده إنما فنزح لنا كان ممكن نعمل أرجونا من نتيجة وما حتى روسيا أنا كنت موجود هناك فريس روح روسيا فريق بيلعب لأنه صاحب الأرض عنده خطبالك دوافع عنده جمهور عنده حاجات فنية لكن مش فريق لي خوف خالص في مصر فريق كويس وعندنا أفراد كويسين وعندنا بس ما كانش المرضود الفني موجود عندنا يعني الفنيات في 180 ديال اللي عبناء مش موجودة الفنيات اللي هي اللي تقدر توصل بيها اللي تقدر تحق بيها اللي تقدر تسجل بيها لا يوجد جمهور محفوظة حالتك ما يوجد شيئا فني أنا بتكلم عن مرضود الفني ما ده ماتش كرة سيد أحمد يعني حدار صور وفدى 11 يعني على المستوى البدن يتكون جاهز المستوى المائل يتكون جاهز المستوى الخططي لازم تكون جاهز على المستوى النفسي لازم تكون جاهز هو ده هو ده المرضود الفني إحنا ما شوفناش مستر كوبار طبعا كنا متوقعين معين الاتحاد الكورة كان في داره فترة كبيرة جدا والاستعدادات ومباريات والدنيا كلها وافا معاه وإحنا تعاطفنا معاه وكنا في داره وخدارك في دار اللعيبة لكن المرضود الفني خلال 180 ديال متاعة كاس العالم ما لقناش في المتخد كان مفروض المرضود أفضل وأحسن وأقوم حدودك كنتم تتوقع أن مصر تخرج من الدور ده صراحة كده لا زي ما قالك كابت الربيع أسهل مجموعة يعني الأوراعة تحطت أنت كان عندك لأنك بتلعب أرجوية بتلعب السعودية